الألم لا يتوقف ويكفي أن تلفظ بكلمة السرطان لتقشعر الأبدان لمرض يفتك بالإنسان خلية خلية غير أن المعاناة ليست نفسها بين أن يشعر المريض أنه محاط بالعناية وبين أن يترك لقدره بحثا عن علاج أو قشة نجاة لغريق جرعة أمل للمرضى المنتسبين إلى تعونية موظفي الدولة الذين يعانون من أمراض مستعصية بعد أن وفق وزير المال علي حسن خليل على إعفائهم من دفع النسبة المتوجبة عليهم للعلاج الكيميائي فبات بمقدور التعونية أن تتحمل كلفة هذا الاستشفاء بالكامل عن المنتسب وأفراد عائلته من زوج وأبناء وأب وأم يكونون في عهدته وذلك في المستشفيات المتعاقدة معها القرار اتخذ وسيصبح موضع التنفيذ بعد مهلة تقربية تصل إلى شهر ونصف الشهر كحد أقصى هذه خطوة جبارة عن نوع التعاونية الموظفين أنه كان الواحد يلاقي كثير صعوبات بده يتنقل ويترجى جمعيات وقصص ووزارة الصحة يعني 100 ألف جمعيات لعطى يقدر الواحد يكمل لأنه مرة يعني علاج أو مرتين ما هو يهي علاج دائم متواصل كمناك يعني فيه كلفة كبيرة لإله يعني هاي الشغلة هلأ لنعملتها بتتوفر كتير يعني الموظف لا بيروحه لا بيجي الواحد يعني بيصر له يجي دغري إلى هون على المركز يعمل دغري موافقة ويروح يعني شو بد أحسن منك ما فيه بعد حبينا أنه يكون فيه إعفاء للعشرة بالمية لتصير نسبة تثبت الاستشفاء لهؤلاء المرضى 100 بالمية وهيذي فيها تحقيق لعدالة يعني ومساواة بين المواطن اللي عبي تعالج على حساب وزارة الصحة والموظف اللي عبي دفع اشتراك للتعاونية أو مساهمة تيكون على عبي يخذ علاجه الكيميائي 100 بالمية مفترضين عمل تعديل في النظام تيصير للعلاج الكيميائي 100 بالمية ويرسل هذا القرار إلى الخدمة المدنية ومجل الشورى الدولة للموافقة عليه وبالتالي يصبح نافذا بعد أن تأتينا الموافقة يعني أنا طبعا رح اشتغل هذا الموضوع بأقصى سرعة عندنا عدد مرضى الأمراض المستعصي والسرطانية 1371 حالة هلق في منهم تقريبا تسعمية وخمسين حوالي تسعمية وخمسين أمراض سرطانية هذي معظمهم بيخضعوا للعلاج الكيميائي معظمهم وفي منهم بياخذوا أدوية من عنا من التعاونية مجانا بالنسبة 100 بالمية هذا القرار اللي عملنا مؤتمر صحافي عليه نحن ومعالي وزير واحد المفاقور وفي قسم كبير منهم بياخذ علاج كيميائي بالمستشفيات هذي اللي بيطالهم هلق هذا القرار هذي حالات الاستشفاء يعني حسب ما قدرت سنة الـ 2016 كحالات استشفاء حوالي 6000 حالة الكلفة المتوقعة من العشرة بالمية حوالي 2.5 مليار ليرة يعني قد تزيد أو تنقص قليلا وإن شاء الله كمان بتمد لغير محلات كمان لأنه فيه إشتاني ومرات تاني كمان مزمنة وبدأ كمان هيك خطوة خطوة على طريق طويل لأنسنة الاستشفاء في بلادنا على أن تكون قدوة لما تبقى من معاناة على أبواب المستشفيات